الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين لا نزال في رسائلكم لماذا تركت الوهابية وأكرر مرة بعد مرة بوجوب النصح للمسلمين بإرسال هذه الرسائل لتنقذ إخوانا لك يظنون أنهم على السنة وأنهم يتبعون الكتاب والسنة على طريقة السلف بينما هم قد وقعوا في فخ ابن تيمية ولا يتبعون لا سلفا ولا خلفا بل يتبعون الطريقة الكرامية فأرجو منكم أن تداوموا وأن تكثروا من إرسال هذه الرسائل مشكورين مأجورين إن شاء الله الأخ هنا أرسل رسالة يقول الفقير كنت عاميا جدا بعيدا عن الدين والصلاة وكنت صغيرا في السن لا أعرف شيئا لم أكن أعرف ما هي السلفية وأبيئتي وهابية وكنت أرى أن المشايخ أمثال ابن عثيمين وبن باز علماء وكنت أرى أن الصوفية مبتدعة كما يقول أهلي وهكذا فكنت متأثرا بالوهابية بحكم الأهل والبيئة والفقير كنت أنوي دراسة الفقه وعلوم الشريعة وكنت أكره العلوم التجريبية وكنت في مركز صيفي جلست إلى أن فتح الموضوع رغبتي لدراسة العلوم الشرعية مع صاحب لي أثق به وقال لي إن الأشاعرة هم الحق والوهابية على خطأ وأتى لي ببعض الآيات المتشابهات وأولها وعرض لي رأي الوهابية والأشعرية فيها وكنت أول مرة أسمع بالأشاعرة ما كنت أعرف معنى السلفية وكنت أظن أنهم علماء المسلمين أنهم جميعا على نفس الطريقة والعقيدة كنت أعرف أن هناك فرقا بين السنة والشيعة إلى أن تعرفت على شخص أشعري مالكي يحضر دروس العلم وكنت أحضر معه وبعد فترة من الزمن سألته عن الأشعرية فأقنعني بالعقيدة الأشعرية ووضح لي أن الله ليس بجسم وأن الله ليس محتاجا لجهة أو مكان فوجدت كلامه مقنعة ولكن كنت خائفا من الدخول في عقيدة جديدة تخالف عقيدة أهلي والناس في وطني فقررت أن أبحث عن الأشعرية في النت وشاهدت مقاطع الوهابية منهم بنباز والنعثيمين والألباني الذين يقولون أن الأشاعر من السنة ما وافقوا فيه السنة وهم ليسوا من السنة فيما خالفوا فيه السنة وذكروا أنهم يثبتون سبع صفات ويؤولون سبع وقال محمد بن صالح بن بن الجد هم ليسوا من أهل السنة وذكر الشيخ محمد الدد أنه من السنة فسألت صديقي عن قولهم فقال لي من قال إننا نثبت سبعا ونؤول سبعا بل نثبت لله جميع الكمالات وننفي عنه جميع النقص والواجب معرفته عشرون صفة لله تعالى فعرفت أنهم لم يقرأوا كتابا واحدا في العقيدة الأشعرية هذه نقطة فارقة هذه مهمة جدا النصيحة لكل سلفي سمع شيئا عن الأشعرية هو لم يسمع إلا بالتسلسل فلان عن فلان وعن فلان عن فلان لا تصل إلى ابن تيمية يسناد الوهابية إلى ابن تيمية يسنادوا إليها منقطع ويسنادوا إلى من فوقهم منقطع ابن تيمية هذا بينه وبين عبدالوهاب انقطاع وبينه وبين السلف انقطاع لأنه يخذ عن كرامية فهو الذي روى هذه الروايات الأشاعر لا يقولون سبع صفات الأشاعر يفعلون الأشاعر يتركون الأشاعر يقول الله في كل مكان ومتلك الخزعبلات التي يعتقدوا الوهابية جميعا ولا أحد من الأشعرية يقول بها وبعد دخوله في هذه العقيدة أصبح الناس يشككون في عقيدته بين فترة أخرى كان بعضهم يقول عليك أن تدرس وتفهم العقيدة التي في بلدك ثم ينظر في العقيدة الأخرى فيجب أن تبني أساسا قويا أولا ثم تذهب إلى عقيدة أخرى لدراستها وبعضهم يقول لي أن التفويض تعطيل وأن التفويض الحقيقي أن نقول إن لله يدى حاشاه ونفوض الكيف وكنت ضعيفا في العلم فكنت أتشكك كثيرا فأسأل صديقي بعدها فيحل عني الإشكالات فلله الحمد إلا أن التقيت بمشايخ شافعية أشعرية وأحببتهم وأخذت عنهم العلم وكل يوم أزداد يقينا بأني على الصواب والحمد لله رب العالمين إذن السبب في انتقال أخينا هذا من طريقة الوهابية إلى طريقة أهل السنة هذا سبب يتكرروا جدا وهو السبب الذي سيجعل معظم الوهابية العقلاء منهم يعودون إلى أهل السنة العقلاء غير العقلاء حتى مننا نسأل الله أن يرسلهم إلى كنيا مكان يعني بعيد عننا العاقل حتى وين عداك أحسن من الغبي حتى وين ولك فالعقلاء من السلفية بحكم العقل وبحكم الفضول صاروا يبحثون فيجدون الوهابية قد حضروه من أشياء خرافية ومن أوهام لا وجود لها أخونا هذا مثلا اكتشف أن الأشاعر يقولون بكل صفات الكمال ولكنهم حينما يدخلون سبع صفات أو عشرين صفة أو كذا فهذه الصفات لها أسماء صفات بها تتحقق الإلهية والعدد لا مفهوم له لأنه إذا نقص منها شيء من الصفات لا يكون إلها أصلا يعني إله عاجز إلا قدرة إله متعدد إله كذا فهذه العشرون صفة ليس معناها أنه لا يوجد لله إلا هذه الصفات العشرين وهذه السبع صفات كذلك اسمها صفات المعاني ليس معناها أن الله تعالى لا يوصف بغيرها اكتشف هذه الكذبة التي روجها الوهابية عنا في كل مكان فعاد والحمد لله رب العالمين أسأل الله تعالى لنا وله دوام الهداية ودوام التوفيق والثبات والنبات على ما يحبه الله تعالى ويرضاه وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم